موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء طلاب الصف الثاني الاعدادي هقدم لكم النهاردة الدرس جديد في مدى الدراسات الاجتماعية تحت رعاية واشراف وزارة التربية والتعليم احنا اتكلمنا اخر مرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في المولد والنشأة النهاردة هتكلم عن درس جديد بعنوان باعثة الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول اتصف بصفات حميدة منها الصدق والامانة والتواضع وغيرها فكان يعرف صلى الله عليه وسلم بالصدق الامين لذلك اعتاد الرسول صلى الله عليه وسلم انه يبدأ انه يتأمل في غار يعرف باسم غار حراء وكان الغار موجود في مكة وكان بيتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر الرمضان ليتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى ويتعبد وفي احد الليالي بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع صوتا وكان ده الوحي او ما يعرف باسمه النموس يبقى معنى كلمة نموس هو الوحي الذي يتنزل على الانبياء منهم سيد نموس ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم لذلك بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء وكان عمره اربعين سنة يسمع صوت قائلا له اقرأ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما انا بقارئ فقال اقرأ فقال ما انا بقارئ فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم حتى نهاية الايات الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمعي سمع هذه الايات ورأى سيدنا جبريل عليه السلام وهو النموس بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يترك غار حراء مسرعا الى بيته اذا في سن الاربعين بوعس الرسول صلى الله عليه وسلم طيب ما هي البعثة البعثة هو النموس الوحي سيدنا جبريل يتنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ليكلفه بالاسلام دينا ويبلغه بانه النبي نبي اخر الزمان ونبي هذه الامة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما حدث في غار حراء يبدأ يتوجه مسرعا الى بيته هنا بيبدأ يبان موقف زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم من هي زوجة الرسول برافو علي هي السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها لذلك عندما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم الى بيته قائلا لهم ولها زملوني زملوني الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ جسمه يبقى في رعشة خايف لذلك قال لهم زملوني زملوني اي غطوني السيدة خديجة رضي الله عنها تركته حتى يهدأ يعني ثابت الرسول صلى الله عليه وسلم يهدأ ويطمئن فعندما بدأ يفيق بدأ يقوم بدأ يقص عليها ما حدث الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يعد مع زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها عشان يقول لها الموقف اللي حصل في غار حراء رضي فعل السيدة خديجة بدأت تطمن الرسول صلى الله عليه وسلم طيب هتطمنه ازاي هتفكروا باخلاء الحميدة بدأت السيدة خديجة تقول له يا محمد انك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق بتفكر الرسول صلى الله عليه وسلم قد ايه اخلاء جميلة قد ايه بيساعد الناس قد ايه الرسول صلى الله عليه وسلم بيصل الرحم طيب بعد الصفات الجميلة واخلاءه دي هل الله سبحانه وتعالى يؤذيه؟ لا ابدا لذلك قالت له والله يا محمد لن يغذيك الله أبدا ربنا سبحانه وتعالى مش هيؤذيك وده خير اذا السيدة خديجة كزوجة بدأت ان هي تطمن الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق ذكر صفاته الحميدة انك يا محمد تصل الرحم تكسب المعدوم تعين على نوائب الحق لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يهدأ ثم قامت السيدة خديجة باخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الى ابن عمها طيب مين هو ابن عم السيدة خديجة؟ يعرف باسم ورقة ابن نوفل يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم راح مع زوجته الى ابن عمها طيب اسمه ايه؟ ورقة ابن نوفل ورقة ابن نوفل كان كبير السن وكان قارئا للانجيل وكان على دين الحنيفية سيدنا ابراهيم اذا هو عنده علم هو قارئ الكتب السماوية على دين سيدنا ابراهيم الحنيفية وكان قارئا للانجيل فعندما استمع للرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد انك نبي هذه الامة اذا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يدرك الموقف سيدنا جبريل نزل على الرسول مرة اخرى عشان يبلغوا بالدين الاسلامي بشكل واضح ورسمي وصريح اذا هنا كان فيه دور كبير جدا للسيدة خديجة رضي الله عنها وهو دور المرأة في الاسلام وفي المجتمع ان هي وقفت جنب زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأت تفكره بصفاته الحميدة وخدته لابن عمها ورقة ابن نوفل عشان يخبره بانه نبي هذه الامة ده ما حدث في هذه الفترة لذلك الدعوة الاسلامية بدأت تكون بشكل رسمي طيب هل الدعوة كانت مرحلة واحدة؟ يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما تلقى الوحي من سيدنا جبريل عليه السلام وبلغها بالدعوة كانت مرحلة واحدة ورح مباشرة كده نزل قال لكل الناس انا نبي وانا رسول لا انا عندي اربع مراحل للدعوة في عندي اربع مراحل للدعوة الاسلامية اول مرحلة هي مرحلة السرية سرية الدعوة ودي تقريبا استغرقت ثلاث سنوات يبقى اول مرحلة هي مرحلة سرية استغرقت هذه الفترة ما يعادل من ثلاث سنوات طيب المرحلة التانية مرحلة الجهر والاعلان بالدعوة لكن دون مواجهة انا هاعلن الرسول صلى الله عليه وسلم هيعلن انه نبي وانه نذير وانه هو عنده رسالة للناس لكن اللي هيعتدي على الرسول صلى الله عليه وسلم او هيئذي المسلمين ما فيش مواجهة دي المرحلة التانية طيب المرحلة التالتة لا المرحلة التالتة دي وبعد الهجرة هو الدفاع عن الدعوة والدفاع عن المسلمين والدفاع عن الدين الاسلامي طيب اخر مرحلة هي عالمية الدعوة ونشر الاسلام في جميع انحاء العالم اذا انا عندي اربع مراحل للدعوة الاسلامية اول مرحلة السرية طيب مدتها قد ايه اكمل ثلاث سنوات طيب المرحلة التانية هي الجهر بالدعوة لكن دون مواجهة المعتدين طيب المرحلة التالتة لا هنا هنا هواجه المعتدين أنا هدافع عن الدعوة الإسلامية لأن أنا بقى لي مكان جديد المدينة المنورة كدولة أحميها وأحمي المسلمين والشعب اللي جوة طيب رقم أربعة أخيرا هي علامية الدعوة وهي نشر الدعوة عالمية أنا هبدأ أتكلم عن مرحلة مرحلة المرحلة الأولى وهي السرية زي ما قلتلكم استغرقت هذه المرحلة ثلاث سنوات طيب بما تفسر بدأت الدعوة سرية إيه الأسباب اللي جعلت أول مرحلة من مراحل الدعوة سرية أيها طبيعي الرسول صلى الله عليه وسلم خايف من رد فعل قريش مشركين وبالتالي هيبدأ يكون فيه اضطهاد هيبدأ يكون فيه تعذيب هيبدأ يكون فيه قتل وبالتالي هنا ممكن يتم القضاء على الدعوة والقضاء على الرسول صلى الله عليه وسلم يبه هو تخوفا من قريش ومن المشركين إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأت دعوة سرا خوفا من معارضة قريش وإيزاءه لهم أو للمسلمين ولذلك أول مرحلة كانت سرية لمدة ثلاث سنوات الرسول في المرحلة دي بدأ يدعو أقاربه أقرب ناس للرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يدعوهم للدين الإسلامي لعبادة الله وحده لا شريك له وعدم عبادة الأصنام وينهاهم عن جميع الصفات السيئة التي انتشرت في هذه الفترة طيب من هو أول من آمن من الرجال أبي بقر الصديق رضي الله عنه وأرضاه طيب من هي أول من آمنت من النساء زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها طيب من هو أول من آمن من الصبية وكان عمره عشر سنوات سيدنا علي بن أبي طالب من هو أول من آمن من الموالي زيد بن حارسة الموالي أي العبيد إذن أوائل من أسلموا للرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالإسلام من النساء السيدة خديجة هذه واحد من الرجال أبي بقر الصديق اثنين ثلاثة من الصبية عشر سنوات سيدنا علي بن أبي طالب رقم أربعة من الموالي زيد بن حارسة هؤلاء أول من آمنوا الرسول صلى الله عليه وسلم ومع زيادة عدد المسلمين في أول ثلاث سنين من الدعوة ومن البعثة بدأ ياخد مكان أو مدرسة لتعليم المسلمين نقدر نقول تقريبا وصل عدد المسلمين لثلاثين مسلم خلال الثلاث سنوات طب ما هي هذه المدرسة؟ اسمها إيه؟ اسمها دار الأرقم دار الأرقم ده بيت؟ أيوة بيت بيت للأرقم ابن أبي الأرقم إذن أول مدرسة في الإسلام اتخذها الرسول صلى الله عليه وسلم لتعليم المسلمين هي دار الأرقم ابن أبي الأرقم يعلمهم الدين الإسلامي يعلمهم الصلاة ويبدأ يتكلم معاهم دي المرحلة الأولى إذن تاني سريعا المرحلة الأولى من الدعوة هي مرحلة السرية وقلت إن هي سرية خوفا من رد فعل قريش ويبدأوا إنهم يعزبوا المسلمين طيب من هو أول من آمن من الرجال أبي بكر الصديق من هي أول من آمنت من النساء السيدة خديجة رضي الله عنها من هو أول من آمن من الصبية سيدنا علي من هو أول من آمن من الموالي سيد بن حارسة لذلك قلت اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم أول مدرسة لتعليم المسلمين وصل عدد المسلمين في هذه المرحلة إلى 30 مسلم ومسلمة المرحلة الثانية هي الجهر الجهر بالدعوة بدأ يتنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم أوامر من الله عن طريق سيدنا جبريل فاصدع لما تؤمر وعرض عن الجاهلين هنا أمر من الله للرسول بأن يجهر بالدعوة طيب إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم هينفذ الأمر ده الرسول معروف في قريش وفي مكة فصعد الرسول صلى الله عليه وسلم فوق جبل يعرف بجبل الصفا أكيد الناس كلها عارفة جبل الصفا والمروة في مكة جبل الصفا صعد الرسول صلى الله عليه وسلم فوق جبل الصفا صائحا يا معشر قريش بينده القوم يا معشر قريش عشان الناس تبدأ تكتمع لأنه هو هيبلغهم بخبر مهم فلما اجتمع الناس وكان ما بينهم عمه أبو لهب الرسول صلى الله عليه وسلم يتميز بالزكاء بدأ يطرح سؤال هو الإجابة معروفة وهو عايز يستخلص منهم نقطة مهمة إنه صادق وإنه عمره ما كذب فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم أو إن أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جبل الصفا في خيول خيول تجير عليكم في خيول جاية تهجم عليكم أصدقتموني هتصدقوني قالوا بلى يا محمد أيوة طبعا هنصدقك ما شهدنا عليك كذب قط إحنا عمرنا ما شفناك بتكذب أبدا طبعا إحنا أكيد هنصدقك هو عايز يطلع حتة صدق يقين من عند الناس إنه هو طول عمره يتصف بهذه الصفات الحميدة وإنه هو عمره ما كذب أبدا فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهم بإنه نذير بإنه نبي وإنه معاه رسالة من الله سبحانه وتعالى ليهم وإنه هم لازم يطيعوا علشان ما يتعذبوش زي الأقوام السابقة مثلا قوم عدوى سمود وغيرهم إذن دا الموقف إن الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يستخلص إجابة إنه صادق وأمين فلما طلع فوق جبل الصفة بيقول لهم لو أنا قلت لكم خبر إن فيه قيول جاية تهجم عليك وهتصدقوني قالوا بلى يا محمد يعني إحنا مصدقينك إنك أنت الصادق الأمين فبدأ يقول لهم بدعوته والدين الإسلامي للأسف إنه أول واحد اعترض هو عمه أبو لهب فقال له تبا لك سائر القوم ألي هذا جمعتنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بإنه يرد أو يواجه لكن الله سبحانه وتعالى نزلت آيات بتقول تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسب لذلك ده كان أول موقف وهنا بدأت الأزمة وبدأت معاناة المسلمين بعد الجهر بالدعوة طيب يبقى ده الأحداث اللي حصلت عند جبل الصفة بالقرب من الكعبة وكان رد فعل قريش وأولهم أبو لهب على الرسول صلى الله عليه وسلم وده كانت بداية محنة للمسلمين وهقول ليه محنة هنا عايزين نسأل هي قريش ليه معترضة على الدعوة ليه قريش تعترض على الدعوة الإسلامية على الرغم أن النهاردة السعودية أو شبه الجزيرة العربية بسبب الدين الإسلامي بيأتي لها الحجاج والمعتمرين من كل فجر عميق يعني حاجة كويسة جدا 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 بما تفسر رفض قريش للدعوة إيه أسبابها؟ واحد السبب الأول أن الدعوة التي يدعو إليها محمد صلى الله عليه وسلم كدين يخالف دين آبائهم وأجدادهم إيه هو؟ عبادة الأصنام هو بينهاهم عن عبادة الأصنام فده أول سبب في الرفض أول سبب لأن هذا الدين أو ما يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يخالف دين آبائهم وأجدادهم أدي واحد طيب اتنين السبب الثاني خوفا على مكانتهم وتجارتهم بين العرب هم عندهم مكانة كبيرة مشهورين بيعابات الأصنام والتجارة والبيع والشراء فهم عندهم مصالح اقتصادية خايفين عليها يبنى عندي السببين واحد يخالف دين آبائهم وأجدادهم اتنين خوفا على مكانتهم بين العرب لذلك رفضت قريش الدعوة رفضت قريش الدعوة لهذه الأسباب عندي سببين وساعتها التفكير لم يدركوا أن هذا الدين هو سبب من أسباب شأن عظيم لهم في المستقبل وحتى الآن وسوف يكون لهم شأن عظيم لذلك المرحلة دي فعلا كانت صعبة جدا قريش هتبدأ تواجه الرسول والمسلمين وتحاول أن هي تهد الدين الإسلامي وتقضي عليه قبل أن ينتشر طيب إيه الوسائل ما هي وسائل قريش عندي ثلاث وسائل تم استخدامها أول وسيلة تعزيب هذه واحد تعزيب الوسيلة الثانية ترغيب هيعرضه عرض معين على الرسول صلى الله عليه وسلم طيب الوسيلة الثالثة المقاطعة يبقى أنا عندي ثلاث وسائل استخدمت قريش أو المشركين ثلاث وسائل للقضاء على الدعوة واحد تعزيب وترهيب اتنين ترغيب عرض معين على الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يكون حاكم أو غني طيب المحاولة الثالثة هي مقاطعة لا بيع ولا شراء يبقى دي ثلاث محاولات أو ثلاث أسليب استخدمتها قريش للقضاء على الدين الإسلامي والقضاء على الرسول صلى الله عليه وسلم طيب تعالى كده نتكلم عن جزء جزء أولا أول جزء بالنسبة للتعزيب الرسول صلى الله عليه وسلم اتعرض لإساءات كتير كذبوه قالوا عليه إنه كاذب وهو كان يعرف بالصدق الأمين قالوا عليه أنه ساحر أنه مجنون أنه شاعر إذن بدأ يتوجه للرسول مجموعة من الاتهامات البطلة أنه كاذب أنه ساحر أنه شاعر أنه مجنون طيب المسلمين الأوائل بداية تعزيب قوية جدا للمسلمين لكن كل ما يتعزب المسلمين كل ما كانوا يتمسكوا بالإسلام أكتر يبقى دي أول مرحلة وهي مرحلة التعزيب والطرهيب تخوفوهم عشان يرجعوا ويسيبوا الدين الإسلامي ويعودوا إلى عبادة الأصنام وعندي أمثلة كتير زي سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه طيب نجحت لا لم ينجح تعزيب المسلمين بالعكس زي ما قلت لك كان المسلمين سبتهم بيزيد ويتمسكوا أكتر بالدين الإسلام طيب رقم اتنين ترغيب هنا قريش وكبار قريش من الأغنياء بيعرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق عمه أبو طالب أنه يبقى أغنى واحد هندي له فلوس كتير جدا أنه يبقى حاكم علينا يبقى عرضوا عليه ورغبوه في السلطة أنه يبقى حاكم أو في المال أنه يبقى غني طيب رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم رفض الرسول قائلا لعمه والله يا عمي لو وضعوا لي الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر رفضي شديد بدون تفكير أو تردد مش هتكلم بقى عن فلوس وأنه يبقى حاكم لا 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 ده لو وضعوا لي يا عمي الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما فعلت لذلك ده كان رد فعل أو ده كان رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولما فشلوا ولما فشلوا في ذلك في هذا العرض والإغراء لذلك بدأت مرحلة جديدة أو اسلوب جديد وهو المقاطعة فكل واحد هينصر الرسول صلى الله عليه وسلم وهيدخل في الدين الإسلامي من بني هاشم أو من بني عبد المطالب هيتم مقاطعتهم تماما طبعا تم المقاطعة دي كانت في مناطق صحراوية لا بيع ولا شرة والحد يتزوج منهم ولهم يتزوجوا من حد والفترة قعدت تقريبا المقاطعة ثلاث سنوات لكن المسلمين زاد تمسكهم بالدين الإسلامي وزاد تمسكهم بالرسول صلى الله عليه وسلم طيب لما اشتد الإزاء بالمسلمين ربنا سبحانه وتعالى رحمة بالمسلمين أمر الرسول بالهجرة الأولى بس مش الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي يهاجر لا هو المسلمين الأوائل هيهجروا من مكة إلى الحبش طيب اش معنى الحبشة الحبشة في أفريقي ومكة في أسي يعني هيعدوا البحر الأحمر طيب مايروحوا أي حتة في شبه الجزيرة العربية لا مش هينفع مكة وقريش قبيلة قوية مسيطرة لها نفوز ولها سلطة لو راحوا أي مكان في شبه الجزيرة سهل جدا يرجعوا يجبوهم سهل جدا ولذلك اختار الله سبحانه وتعالى أنه يؤمن رسول بهجرة المسلمين الأوائل إلى الحبشة لكن الرسول زي ما هو في مكة صلى الله عليه وسلم طيب أنا عندي أسباب لم أقول بما تفسر هجرد المسلمين الأوائل إلى الحبشة أول حاجة لأن ملك الحبشة ملك عادل لا يظلم عنده أحد اتصف أو وصف هذا الملك بالعدل والإنصاف وهو النجاشي ملك الحبشة في هذه الفترة كان يعرف بالنجاشي وكان ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد ولذلك كان الهجرة للحبشة اتنين الحبشة مكان بعيد عن مكة هنا بعيد عن سلطة عن سلطة إيه؟ قريش فدي المهاجرين الأوائل المسلمين الأوائل هجروا إلى الحبشة ملكها عادل لو يظلم عنده أحد اشتد الإزاء بهم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فضل في مكة موجود زي ما هو الأمر بعد كده بعد الموقف الهجرة عرف عام بعام الحزن حزن شديد طيب بما تفسر عرف هذا العام بعام الحزن بسبب وفاة كل من زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها وعمه أبو طالب الاتنين كانوا بيأزروا بيساعدوا في الدعوة الإسلامية والاتنين ماتوا في نفس العام فعرف هذا العام بعام الحزن لذلك الرسول بعد كده بدأ يفكر في مكان جديد غير مكة ينشر فيه الدعوة هينشر الدعوة أو هيحاول ينشرها في مكان آخر فبدأ يتوجه إلى الطائف مدينة الطائف جوه مدينة الطائف فيه قبيل اسمها قبيل الثقيف يلتمس منه من نصرة والمساعدة طيب هل قبيل الثقيف في الطائف فعلا نصر الرسول صلى الله عليه وسلم لا آزوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك عرف هذا العام بعام الحزن الرسول من الحزن الشديد والإرهاق من الدعوة بدأ يقعد في بستان وبدأ يدعي الله سبحانه وتعالى وعفى عن أهل الطائف حتى لا يلحق بهم العذاب وده بيدل على مدى تسامح الرسول صلى الله عليه وسلم في حق الإساءة فربنا سبحانه وتعالى عمله رحلة الإسراء والمعراج سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الرحلة من مكة الإسراء من مكة إلى المسجد الأقصى ثم صلى الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتين بالأنبياء والملائكة ثم صعد إلى المعراج السماوات السبع من بيت المقدس إلى السماوات وفي هذه الرحلة العظيمة رأى الرسول صلى الله عليه وسلم العديد من الآيات وكلف المسلمين بالصلوات الخمس طبعا رحلة بتاخد شهور الرسول صلى الله عليه وسلم عملها بجزء من الليل فعندما عاد من هذه الرحلة مرة أخرى إلى مكة وقص على فريش كذبوه إزاي ده يحصل لما علم صديقه أبي بكر قال لهم إن قال محمد ذلك فقد صدق فعرف أبي بكر الصديق لهذا الموقف لذلك ده الجزء الأول من البعثة شوفنا قدي إيه مراحل البعثة صعبة قدي إيه المسلمين وجهوا كتير من الصعاب ولسه كمان فيه استكمال لهذا الكلام بداية من البعثة والجهر بيها حتى هذه اللحظة عز بالمسلمين بشكل كبير هنا أنا هكمل بحلقة تانية شكراً لحسن استماعكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة